شغلة واحدة تعملها أو تكتبها أو تحطها في الإيميل اللي بتبعته للشركة لما تقدم على وظيفة بتخليهم ما يفتحوش الإيميل تبعك حتى ولا يندلك على الوظيفة ولا يختاروك حتى لو كنت أفضل شخص شو هي هذه الشغلة؟ تعال نشوف مع بعض حباب قلب أهلا وسهلا فيكم في خلال تدريب كنت أدرب بعض الناس على البروجيكت مانشمنت كان واحد أشخاص تسألني على جانب يقولي أنه أنا تقدمت لي وظيفة بالإيميل بعت السيفي تبعي وأنا كنت متوقع أنه على الأقل يندوني على مقابلة وكنت متوقع كثير من يختاروني لهذه الوظيفة ولكن اتفاجأت أنه أصلا أصلا مردوش على إيميلي ولا ندوني على مقابلة وحتى إيميلي مردوش عليه فأنا حسس بظلم كثير كبير سألته إيش أحملت بالإيميل ولقيت أنه عمل الكارثة اللي أنا ما بديش إياك تعملها أنه حتخليك تفقد أي فرصة في أنك تحصل على وظيفة شو هي هذه الشغلة؟ رح أقولك شو هي بهذا الفيديو ورح أعلمك كيف تتخلص منها أو تتغلب عليها عشان ما تكررها شو هي؟ هي العنوان اللي بتحطوا للإيميل إيش آه؟ العنوان العنوان مش هتا بيقوم في عندك from to cc bcc وبعدين subject هذا العنوان اللي من بره بنشوفه هو هذا مش cv مش اللي بتحطوا جوه لا 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 مش الموفقات لا 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 كله لا العنوان حتى لو مرة طلبت أنه نوظف شخصين عندي أنا نفسه عملت هذا الشيء اخترت الإيميلات اللي بدي أفتحها من خلالي قرأت العنوان فأنت إيش بتكتب العنوان تبع الإيميل بيحدد للمدير للإتش آر للمسؤول مش عارف مين رح يتختار من الإيميلات رح يعمل الفلترة أنه ياخد ثانية يفتح إيميلك ولا لا أنا عن نفسي بقرأ العنوين كل العنوين الغلط المكتوبة غلط الكارثية بمسح الإيميلات بدون ما أفتحها بدون ما أعرف مين صاحبها بدون ما أقرأ أي شيء بطلع بس عنوان وبالتالي لازم تكتب العنوان صح طيب يثبتها فهمنا أن العنوان نكتب غلط كيف ممكن يكون غلط لما بكتب والله بدي أقدم على وظيفة أو بكتب أو بيكتب اسمه أو بيقول أو بحط السلام عليكم أو بحط كلها خلط في فورما حلوة جميلة جدا لما تقدم على وظيفة بيخيها الإيميل وكنت تحطها دائما كعنوان الإيميل تخيل الناس على الأقل أنهم يفتحوا إيميلك وإن شاء الله بطع لك فرصة أنهم يكلموك أو يتوصلوا معك كيف؟ دائما 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 لازم إجباريا تحط بالعنوان تبع الإيميل الاسم تبع الوظيفة والريفرنس تبع والكون إيش ما بدك تحط في العنوان راح أقول لك حط بس لازم إجباريا غصبا عنك بدك تحط اسم الوظيفة والريفرنس تبعها ممكن تحط أشياء تانية غيرها بس هدول لازم يكونوا في الإيميل أنا راح أعطي لك صيغة ممكن تستعملها دائما أحسن شيء وأنا عن نفسي كنت بستعملها وأعطي لهم متدربين عندي بتقول application or applying for the position وبتحط اسم الوظيفة والريفرنس applying for the position اسم الوظيفة والريفرنس تبعه وخلص إذا بدك ممكن تحط الشحطة تبعات 6 هذه الشحطة وتحط اسمك أول حرف . اسم العائلة تبعتك applying for the position project manager reference 1 2 3 4 5 بوم هيك ال HR والمدير وأي واحد يفتح الإيميل عارف إنه هذا الإيميل جاي من شخص بده يقدم على المنصب أو الوظيفة اللي اسم هكذا الريفرنس بها كذا غصبنا عن عين أبو بده يفتح الإيميل تبعك لكن حتى لو كنت أنت أفلاطون أشطر واحد في المنقدمين وكتب العنوان غلط مش حط عنوان أو حط عنوان القام أو السلام عليكم أو CV أو my CV أو job number من فحش إياك تغلط هذه الغلطة عشان تحصل على الوظيفة انتظرنا بفيديو جديد بكل ما هو مفيد يفيدك بالتقدم على الوظيفة باختيارك بالبزنس بإدارة الأعمال على قناة أحمد سيغل